الدكتور محمد حسني استشاري النساء والتوليد والعقمة استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب استشاري جراحة المناظير ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا دبلومة المناظير الدقيقة بالهند عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقمة عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقمة عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقومة عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة أهلا بكم ليه عالم تأخر الإنجاب بيكون صاحب الجزء الأكبر من الجاذبية العلمية اللي بتشديني له لأنه عالم فيه علم كتير جدا وفيه غير العلم الكتير طبعا رؤية المعجزة الربانية العظيمة في خلق الإنسان لكن فيه حاجة كمان مهمة قوي قوي أنه فيه ما يسمى بتقديرات الطبية الخاصة ما يسمى بالتفصيل كل situation وكل كابلز كل زوجين لهم طريقة معينة في تفصيل الأسلوب العلاجي الخاص بهم وده شيء بيثير الشهية العلمية ده شيء يردي الغرور الطبي العلمي اللي نمزاكرين لأن اللي نمزاكر في النهاية عايز يحس أنه هو بيشتغل شيء واحد زائد واحد يسوي اتنين لا هو بيشتغل على حسب معطيات معينة المعطيات دي تختلف من شخص لشخص كل تلك فيه مساحة للإبداع فيه مساحة للابتكار فيه مساحة لتنفيذ خطط علاجية غير تقليدية من ضمن الأسئلة المهمة جدا ام تتحرك يعني حتى في سؤال ام تتحرك أروح كازوجين لمركز تأخر إنجاب الموضوع يختلف مسابت مش قاعدة مش مفيش قاعدة سابتة في عالم تأخر الإنجاب غالبا كل القواعد مالية بول بتعتمد على خبرة وعلم فريق العمل اللي بينفذ التعامل مع حل التأخر إنجاب ضيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال بيبدأ في حواره العلمي له اسلوب ومدرسة خاصة جدا في الشرح والتفصيل لكنه ممتع دائما في توصيله للمعلومة ضيف العزيز هو الأستاذ دكتور محمد حسني الأستاذ دكتور محمد حسني استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحق المجالي وجراحات المناصير صاحب ماجستير الحق المجالي من جماعة ميسينة الإيطالية ودبلومة جراحات المناصير المتقدمة من الهند والدقيقة من فرنسا وجمعية المصرية للخصوبة والعق ووضع جمعية الأوروبية للخصوبة والجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب وجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق ضيف العزيز أهلا بي هل أنا دقيق في التوصيف اللي أنا قلتها؟ طبعا تأخر الحمل من مش عايز أقول إليها أمراض بس ده من الحالات التقدم العلمي فيها بيفيد ومن الحاجات المهمة جدا في حياة كل أسرة يعني أول الزوج والزوجة أول ما بيحصل بيتجوزوا طبعا أول حاجة بيفكروا فيها الإنجاب الموضوع لو تأخر شهر أو اتنين بيبدأ بالقلق فلازم طبعا يكون في يعني لازم يكون في بلان الزوج والزوجة لازم يحطوها ولازم يكون في معلومات اللي هو التصقيف الطبي الدور نحن كأطباء نوصلوا لأي زوج وزوجة لما يبدأوا يدوروا في حاجة زيديا عشان يعرفوا إمتى يلجأوا للتحليل إمتى يلجأوا للفحوصات إمتى يلجأوا للخطوات بتاع التأخر الحمل عشان ما يبدأوش يخشوا في قصة تبدأ تضرهم أو يخطو خطوة بدري عن معدى لأن طبعا أنا كل يوم بشوف حاجات من دي يعني بتبقى يعني المتجوزة بقى لها شهر أو المتجوزة بقى لها شهرين ولاقا واحدة كمية تنشيط مالوش إيه لازم الزوج والزوجة متجوزين بقى لهم 6 شهور و 7 شهور ولاقا جاء عمل أشعب السبغة يعني الموضوع بيبقى بدري فطبعا لازم يكون فيه تصقيف طب للزوج والزوجة يعني حتى الاستشارة الطبيب يكون متخصص في تأخر الحمل ومش أي دكتور نيسة ولادة دكتور متخصص في تأخر الحمل يبدأوا يسألوه يا دكتور إحنا هنعمل إيه هو طبعا هينصحهم الخطوات المعتادة والخطوات اللي المفروض يلجأوا لها أو العلاج اللي ممكن ياخدوه أو ما يخدوهوش أو ما يدوروش خالص فطبعا دين يعمل حاجات مهمة طبعا تأخر الحمل له أنواع ممكن نقسمه طبعا فيه تأخر الحمل اللي هو تأخر الحمل الأولي وتأخر الحمل السنوي تأخر الحمل الأولي اللي هو زوج وزوجة حصل لهم تأخروا في الحمل لمدة سنة بدون حدوث حمل تماما ولازم تكون السنة ديان اللي هي Regular Relationship اللي هي علاقة زوجية منتظمة في خلال السنة ما يكونش الزوج مثلا بيجي شهر ويسافد شهر وقول انت كده تأخر الحمل لازم علاقة زوجية منتظمة لمدة سنة كاملة بدون حدوث الحمل تماما تأخر الحمل السنوي اللي هو الزوج وزوجة عندهم أطفال أو حصل لهم حمل في الميدي كوليجين الفيابيت اللي هو الحمل اكتمل اللي احنا نقدر نقوله هو الطفل ده يعيش اللي هو الولادة بعد الشهر السابع تمام سواء الطفل ده موجود أو مش موجود ولاده بعد الشهر السابع وحصل تأخر الحمل لمدة سنتين برضو علاقة زوجية منتظمة لمدة سنتين طيب ليه الحمل تأخر الحمل الأول السنة وتأخر الحمل السنة وسنتين لأن ممكن الأزواج اللي ما حصل لهم مش حمل يكون عندهم مشاكل خافية لكن مجرد حدوث الحمل عنده الزوج وزوجة المشاكل الخافية دي في الغالب ما يكونش موجود أممكن يكون فيه أسباب جديدة طرأة أخارة الحمل الفحوصات لما يعني أولا الزوجين في العادة بيتحركوا أنت هل لازم بعد السنة؟ لا هو عشان برضو الأمانة الطبية اللي الزوج والزوجة أول ما يحصل التأخر في الحمل لحظوا يا دكتوري احنا ما حصلناش حمل بأننا 3-14 متجاوزين وما حصلناش حمل مش لازم اللي هما ما يعملوش حاجة لأهم ممكن يلجأوا للفحوصات اللي هي العادية خالص اللي هي البيزيكس بتاع أي حالة تأخر حمل نعمل التحاليل دي والفحوصات دي ولو لأنها كويسة أقول لهم روحوا البيت ولما يعد عليكم سنة عالوا إيه بقى الفحوصات؟ الزوج طبعا رقم واحد رقم واحد الزوج اللي لازم يعمل تحيي السائل المنوي الزوج لو رفض يعمل تحيي السائل المنوي يبقى يعطي في البيت ما يجيش العادة خلاص؟ رقم واحد يبقى الزوج يعمل تحييي السائل المنوي رقم اتنين الزوجة بتعمل تحييي الهرمونات تاني أو تالت يوم الضورة اللي هو تحييي الهرمون الـ FSH والـ LH والـ TSH والبرولاكتن ممكن نعمل معها الـ E2 لو الزوجة سنها متقدم شوية تمام كده؟ نعمل أشعة مهبلية ثلاثية لابعد عشان نشوف تجويف الرحم أخباره إيه؟ ونشوف حجم المبيض أخباره إيه؟ هل التحييي الهرمونات اللي أنا عملتها متنسقة مع شكل المبيض ولا لأ؟ تمام كده؟ لقينا تحييي السائل المنوي كويس خلاص؟ التحييي الهرمونات كويسة أشعة سلاثية لابعد كويسة أقعدوا في البيت لما يعد عليكوا سنة علولي طيب تحليل السائل المنوي كويس عشان تبقى الناس عارفة الأرقام اللي أنا هقولها دي لو أقل منها بنسبة 1% مش مقبولة العدد لكل ملي 15 مليون الحركة في نوعين من الحركة الحركة السريعة والحركة الكلية الحركة السريعة تبقى أكتر من 32% والحركة الكلية أكتر من 40% النسبة التشوهات تكون 4% أي رقم أقل من كده مش مقبول يعني لو طلع 31% أو 9 من 10 أقول لتحييييك مش حالو تمام؟ طبعا في شوية حاجات تانية موجودة في السائل المنوي اللي هو ما يكونش فيه صديد ما يكونش فيه اللزوجة عالية بس أنا بتكلم بشكل عام اللي هو أهم حاجة عندي في تحيييي السائل المنوي بالنسبة للزوجة تحليل هوربونات بتاعتها اللي هو الـ FSH يكون أقل من 10 وكل ما كان أقل كل ما كان أفضل يعني مثلا تحليل الـ FSH التلاتة أحسن من 4 والأربعة أحسن من 5 ليه بقى؟ ده معنى ذلك إن المبيض ده شغل بكفاءة عالية وهوربون FSH مش لازم يكون عالي الريسيبتورس اللي هي مستقبلات وهوربون FSH شغلة كويس هوربون الـ LH لازم يكون أقل من 10 هوربون TSH ما يكونش أكتر من 2.5 3 كويس و4 كويس و5 كويس لوحدة ما بتدورش على حمل لكن واحدة بتدور على حمل لازم يكون هوربون TSH أقل من 2.5 هوربون البرولكتين ما يكونش أكتر من 35 وثلاثين الايتو بعمله في الحالات الكبيرة في السن لانهو بيديني خلفية عن هرمون الف اس اتش ده كويس ولا ان فيه نسبة عكسية بينهم يعني مثلا لو فرض والايتو واحدة عندها خمسة وثلاثين سنة والف اس اتش بتاعها الايتو اه اربعة مثلا بس الايتو خمسين او ستين لا فهو منظر بس فده بيديني خلفية فبعمله دايما في الحالات الكبيرة في السن شوية هبدأ بالزوج هبدأ بالزوج ده اساس طبعا ايه المشاكل اللي ممكن تكون عند الزوج تعالق الحمل فيه حاجات بتبقى موجودة في السائل المنوي بالشكل العام وفيه حاجات موجودة في وظيف السائل المنوي نفسه في الحيوان المنوي نفسه المشاكل اللي ممكن تكون موجودة ممكن تكون مشكلة في العدد اللي هو يكون العدد اقل من خمسةاشر مليون مشكلة ممكن تكون موجودة في الحركة اللي هي الحركة تبقى اقل من اثنين تتاتين في المية السريع او او اربعين في المية كلية او فيه نسبة تشوهات عالية ممكن يكون في صديد موجود في السائل المنوي ده بيتخذ له علاج ممكن يكون فيه لزوجة في السائل المنوي ده برضو بيتخذ له علاج طيب لما أنا لاقي المشاكل دي أول حاجة بعملها أطلبها من الزوج اللي هو يعمل لي تحليل هرمونات عشان ممكن يكون فيه مشاكل هرمونية تؤدي إلى مشاكل في السائل المنوي أطلب منه أشع على الخصية عشان أشوف فيه التهبط في الخصية أو لا أشوف حجم الخصية كويس أو لا أشوف فيه دوالي مش عشان اعمل الدوالي عشان اخد علاج للدوالي ولا انا من الناس اللي ضد عملية الدوالي وبقولها صراحة لان مشاكلها اكتر من نفعه فيه الناس كتير عملوا الدوالي بقوا ازو سبيرميا بعد كده ومش غلطة من الجراح هي دي موجودة فعشان اشوف فيه دوالي ولا بقى فيه دوالي ناخد لها علاج مفيش دوالي خلاص كده فدي المشاكل الممكن تكون موجودة في التحليل والعلاج اللي ممكن يكون موجود ديها طيب أنا فرض وعملت تحليل سائل المنوي والسائل المنوي بتاعها كويس والزوجة ما فيش فاهم مشاكل وبرضو ما بيحصلش حمل ساعتها بنلجأ لتكسر المادة الوراثية اللي هي الوظيفة بتاعت الحيوان المنوي هل ده حيوان منوي الشكل وحلو ولا لا ودائما بشبهها بالعربية الزيرو هل فاهم مطور شغال ولا لا الصفة المادة الوراثية اللي موجودة في الحيوان المنوي ده قادرة على تخصيب البيضة واستكمال عملية الحمل ولا لا اللي هو الرقم المفروض يكون أقل من عشرين في الجليزون من عشرين لتلاتين وفوق تلاتين طبعا ده اللي سيء جدا ومحتاج علاج خلينا نروح بقى للرحم الرحم هو البيت اللي بيبدأ فيه الحمل هو مكان اللي بيكون فيه الجانية متى حيك عارف ان في اليابان بيحسبوا عمر الحمل من يوم حدوث الحمل عمر الشخص من يوم حدوث الحمل ومش من يوم مولادة اه يعني هو مثلا اه يعني أنا كده أكبر ده الخباس وكوريا برضو نفس الكلام الكوريين بيعملوا نفس الحركة دي يعني بيكتب في تاريخ ميلاده اه كذا مش يوم مولود يوم كذا حمل يوم كذا اه وحي من يوم اه حد ده فعلا ده حي اه الرحم احكي لي اللي ممكن يوجد فيه هات التجويف الهم جدا قد يعوقها الحمل الرحم ده البيت اللي بيحصل في الحمل الرحم ده اللي بيشكل خمسين في المئة من عملية حدوث الحمل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الرحم طبعا احنا بنعمل هلالاشعة مهملية الثلاثية doğru بعض الاشعة المهملية الثلاثية Har Return 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 Laurie اللي بتبين الرحم كشكل عامل يزاي وبتبين بيطنط الرحم شكلها عامل يزاي وفيه دور ما بيقومش بقى الاشعة المهملية الثلاثية ليها الأنابيب الاشعة مهملية الثلاثية الى ليشات اللي بيحصل قنوات فلوب والاتنين دايماً بيتكملوا بعض يعني لا يمكن الاستغناء على الحجم التانية المشاكل اللي ممكن تكون نبدأ في الأنابيب الأول المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الأنابيب أول حاجة إنسداد قنوات فلوب خلاص ممكن تكون فيها التهبات ممكن تكون فيها ارتشاح ممكن تكون الأهداب اللي موجودة واللي مسؤولة عن حركة حركة البيضة جوه الأنبوبة وبداية عملية الحمل مش موجودة ودي بتتشخص بالمنظر مش بالأشعة ثلاثتين لاب cocaine ولا بالأشعة بسبب نخش النزل تحت شواء بقى الرحم نفسه الرحم ممكن يكون في مشاكل يا إما في بطانة الرحم نفسه يا إما في شكل الرحم أو في جدار الرحم نفسه بطانة الرحم اللي هي لازم يكون لها مواصفات معينة اللي هي سمكها يكون من 7 ملي إلى 14 ملي تكون ترايل لامينار اللي هي تلت خطوط لون بطانة الرحم يكون قريب من لون جدار الرحم اللي هو المايومتريام ده بالصفات بطانة الرحم الحاجات اللي هي الشكل الرحم الرحم ممكن يكون رحم زو قرن واحد رحم زو قرنين حاجز رحمي هو رحم طبيعي حاجز الرحمي بأنواعه اللي هو الحاجز الرحم المكتمل الحاجز الرحم الغير مكتمل والتقاوس الرحم اللي هو الأركويتليوترس ده المشكل اللي ممكن تكون موجودة في اللي هي تشوهات الرحم أو مش عايزة قلت تشوهات اللي هي الشكل مش الطبيعي للرحم تمام؟ deformity deformity الحاجات الموجودة في جدار الرحم اللي هي ممكن تكون الأدنيمايوز اللي هو التغدد الرحمي أو ممكن يكون فيه أورام اللي فيها في الرحم الأورام اللي فيها بوجودها مش هقوله هي يؤثر على حدوث الحمل لكن لازم يكون فيه صفات الأورام اللي فيها لما شوفها أقول دي هتأثر على حدوث الحمل لأن فيه أورام اللي فيها ما بتأثر؟ ما بتأثرش أولاً المكان يكون بعيد عن تجويف الرحم ثانياً الحجم يكون حجمه أكتر من 5 سنطر لو في حجم الحاكتندو الموجودين ساعت أول الورام الليف ده بيؤثر على حدوث الحرب ضيفي العزيزة الكيمة العربية المتميزة والاسم الكبير في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد حسن استشاري النساء والتوليد والعقب تأخر الإنجاب استشاري الحق المجالي وجراحات المناظير وصاحب ماجستير الحق المجالي مجامات ميسيني الإيطالية ودبلومي الجراحات المناظير المتقدمة والمناظير الدقيقة وعضو جمعيات الأوروبية والمصرية الأمريكية لخصوبة والعقب كانت ضيفي في وعدة من الحلقات المتميزة للغاية في عالم الناس الحلو يبقى الناس الحلو دائما ممتع في عالم الإخصاب في عالم تعامل مع تأخر الإنجاب لأنه عالم يجمع ما بين العلم وبين الرغبة الملحة في وجود خليفة اللي هو الإبن يعني وبين أيضا الصورة العظيمة لقدرة الخالق سبحانه وتعالى في إنبات مخلوق هو الإنسان خليكوا دائما مع الناس الحلو